بس انت مش وغدا بالك ان الاغاني بتاعتك كلها يعني مش هقول كلها بس معظمها بتبقى ترند بجد بتكون ترند يعني مثلا الاغنية اللي ظهرت وقت الكورونا والاغنية بتاعت هشام اللي هي ليه باكينام كله عمل بيطلع على طول بسرعة جدا الحمد لله والله ده انا بحس تفتكلي ليه هي بتبقى ترند انت متخيلة الناس بتقعد قد ايه وقت طويل جدا عشان هما يعني حاجاتهم ومزكتهم توصل للناس انتي حاجتك بتوصل بسرعة جدا ايه تفتكلي اللي بيشد الناس لها والله انا 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 شخصيا معرفش بس انا بعمل كل حاجة بحب وحتى يعني توصل ما توصلش انا مبسوطة صراحة يعني بس الحمد لله طب يوسرا ايه هي الصعوبات اللي قابلتك في الاول اول اللي لسه بتقابلك اكيد في حاجات لحد الوقت المجال مش سهل وانا شخصي بتكسف عمدا وفي حالي قوي فطبعا فيه اتتتود معين مفروض ابقى فيه وكده اكتف قوي فهو مش من شخصيتي فطبعا ده بيبقى فيه صعوبات بالنسبة لي ان انا ابقى سوشل قوي كده وانزل ومش انا انا بحب ببقى كده في حالي عمال اعمل حاجة بسطاني بس انتي برضو انوي مفيش كمبيتشن قوي في الحتة انتي بتعمليها لاني مفيش حد بيعمل النوعية السكتشز بالغنى بالطريقة ده دلوقتي هو الحمد لله يعني الحمد لله اني مفيش بس هي طبعا ابتدت دلوقتي تبقى يعني زمان لما بدأت عامل كده كانت اللي هو ايه اللي هي بتعمله ده دلوقتي بقت مقبولة فطبعا لما حاجة تبتدي تبقى عادية يعني او مقبولة بتلاقي بقى النس بتحاول تعمل زيها او اه او فيه جديد او فيه افكار جديدة بس انا كيف سكتي مزبوط صحة واول واحدة تلعتي بيها ايو على تقريبا بقى